وطن منحازون للحقيقة لن تمسى رواتب الأسرى وعائلتهم حتى ولو سرقت إسرائيل جزءا من العوائد الضاربية التي تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية هذا ما أكد عليه ناد الأسير لوطن للأنباء محذرا من عواقب الخطوة الإسرائيلية في حال تنفيذها لن تذهب السلطة تقول أن طالما قد سرقت إسرائيل مبلغ مليار شكل نتوقف عن دفع رواتب للمعتقلين والشهداء والجرحى هذا لن يكون هذا سيؤدي إلى عجز كبير في الموازنة الاستمرار في تشريع هذا الكنون هي وصفة للتفجير ستنفجر الأمور وإذا منفجرت الأمور فالوجهة الصحيحة لانفجارها أن تنفجر في وجه الاحتلال وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل صادقت على مشروع القانون الذي قدمه وزير جيش الاحتلال فيكدور ليبرمن والقاضي بخصم قرابة المليار شكل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى وهو الأمر الذي رفضه الفلسطينيون هذا الأمر مرفوض تماما لا يمكن إطلاقا أن نقبل أن يكون هناك مساس برواتب عائلات الشهداء ورواتب الأسرى الموضوعين في زلزين الاحتلال الذي نقدمه كل ما يملكه من أجل حرية وصفة الشعب الفلسطيني يذكر أن مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال يعني طرح المشروع خلال أيام على الكنيسة لتصويت عليه بالقراءة التمهدية علما بأن غالبية الأحزاب اليهودية كما أعلنت مسبقا ستصوت لصالح المشروع ليصبح قانونا قابلا للتنفيذ نيزر حبش تلفزيون وطن وطن منحازون للحقيقة